اشتركوا في القناة اذا لم نتاني بترطيب البشرة في فصل الشتاء ستعطينا جفاف وشحوب وتشققات وقشرة في البشرة وتتحول فيما بعد الى التجاعد استعملوا هذه المرطبات اخواتي كل يوم في الليل لان اهم عنصر فيها هو الفازلين والفازلين ضروري من استعماله في الليل لانه عدو الشمس تابعوني اخواتي مع افضل هذه المرطبات اختصارا للوقت نقدمهم لكم مباشرة الفازلين اي نوع فازلين عندك في البيت اي نوع فازلين سواء الحجم الكبير الصغير اي نوع فازلين وماء الورد للترطيب طبعا يعني يحمي لك البشرة من التجاعد ويحميها لك من الجفاف والشحوب والتشققات يعطيك ترطيب رائع في فصل الشتاء مثلا ملعقة من الفازلين نضيف لها ملعقة ونصف من ماء الورد لتعطيك ترطيب رائع للبشرة نقوم باذابتها في حمام ماء الساخن او في الميكرو ويف هذا يعتبر كريم ليلي استعمله كل ليلة قبل النوم مرطب طبيعي يزح لك القشور والجفاف والشحوب يعطيك نظارة للبشرة في الصباح ضعيه على اليدين على الرقبة على دائرة العينين ممتاز منتقل الان الى الوصفة الثانية مرطب ليلي ممتاز ومذهل زيت الزيتون البكر كثير اخواتي سألني ما معنى زيت الزيتون البكر هي تأتي من العصر الاولى يعني طبيعيا مئة بالمئة واصلية ليس مضاف لها مياه ولا زيوس ثانية زيت العود باللغة المغربية وفي الجزائر زيت الزيتون البكر في العالم ينادونه تباع هكذا في السوبرماركت مكتوب زيت زيتون بكر واذا ما عندكش زيت الزيتون البكر استبداليها بزيت الزيتون العادية المكوين الثاني عندنا جل الالوفيرا جل الالوفيرا يعتبر مرطب طبيعي للبشرة ممتاز في يعني ازالة الجفاف من البشرة في فصل الشتاء اذا يعني ما عندكم شجل العبوة استعملوه جل النبتة هذه وصفة منفصلة عن الوصفة الاولى لما عندها شجل الالوفيرا تستعمل وصفة الفازلين وماء الورد او الوصفة اللي سنقدمها بعدها قليل هذا يعتبر من افضل المرطبات للبشرة الجافة مرطب مذهل ورائع وطبيعي استعمليه كل ليلة كريم ليلي ممتاز كنت عملت عدة وصفات للكريم الليلي مضاد للتجاعد موجود في قناتي عدة انواع من الكريمات نحط لكم روابطها في التعليق المثبت وفي صندوق الوصفة استعمليها كذا كل ليلة ادهني به البشرة عاديها كذا حتى تشرب تماما واذا عندك حساسية من زيت الزيتين استعملي مكانه زيت اللوز الحلو ومع جل الالوفيرا ممتاز هذه الكريم كمرطب ليلي مغذي مزيل التجاعد مزيل الشحوب للجفاف للتشققات للقشور في البشرة يقذلك على الخطوط الرقيقة وكذلك يقذلك على علامات تقدم في السن ننتقل الان الى الوصفة الثالثة الكريم الثالث عندنا الجل الالوفيرا مع الفازلين ممتاز كذلك كمرطب ليلي رائع قومي باذابة المكونات في حمام ماء ساخن او في الميكرو او في الميكروند الكريم جاهز اخواتي لما تتجانس المكونات جل الصبار مع الفازلين ضعيها في علبة وكل ليلة قبل النوم ادهاني به البشرة اليدين الاقدام الكعبين الاكواع الرقبة دائرة العينين البشرة كلها اعملي مساج مساج ونامي به حتى الصباح هذا يعتبر كريم مرطب ليلي يزيل التجاعد والشحوب والجفاف والقشرة والخطوط الرقيقة اذا دومت عليه يعني رطبي به البشرة ليلا من اجل الخروج من فصل الشتاء باقل الخساء والعبوة الصالحة حتى تنتهي الكمية نشكركم اخواتي على الدعم نشكركم على الثقة نشكركم على الانضمام الى كناتي وشاء الله في مزيد من الوصفات الفعالة لكم شكرا بزاف بزاف والى اللقاء سلام